اشتركوا في القناة اسم الحناوي مش هيتشال من عالشركة طول ما انا عايش مفهوم؟ ما يتشال اسم الحناوي او ما يتشالش اسم الحناوي مش احزن من الروح في داعي ما تتكلم يا مصطفى غرست دلوقتي وساعة الجد انا بس اللي بتكلم ايه؟ عايز تقول حاجة ولا ايه؟ خلاص؟ صالح ويس اشتراكم كلكم؟ طب اسمعوني بقى الشركة دي مفيش ولا فرع فيها اتباع طول ما انا عايش لما.. لما موت محمود 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 في ايه؟ دكتورة جماعة محمود في ايه؟ محمود محمود ممكن تكون ازمة البيه في سنة سعير زي كده؟ بس هنتأكد محمود 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 تحتمر ت BLU حدرتك كان سؤال بس وبعدها هتقدر تمشي أستاذ عم جد أدعم في شبه جنائية الحنوي احتمال يكون مات مسمون الموضوع مطلعش عزمها البية محمود مات مسمون ومين يعني اللي حيسمه محمود وليه؟ صحيح محمود الله يرحمه كان عصب شوية زيادة عن اللزوم لكن الحقيقة من يوم وفاة والده الحنوي الكبير وهو مماشي الشركة زي الفل أم الله ليه الناس بتكلمه عن أزمة مالية؟ عادي كل الشركات بتمر بأزمات يمكن الشركة تعثرت شوية لكن كان فيه حلول زي إننا نبيع شوية فروع من اللي في الأقاليم وبتمانهم نسدد مستحقات الشركة ومحمود كان موافق على الكلام ده؟ لأ الشركة تعلن إفلاسها وسهما ينزل الأرض في البورصة ويتخرب بيتنا ومش شايف إن ده سبب كافي للقتل لا نهار اسود يعني بدل ما يتخرب بيتنا نتعلق في حبل المشنقة بقدام عقولة مين صالح عويس؟ صالح عويس؟ مالو بسدق فكري الفراش صمع محمود الحناوي هو بيتخنق معك عشان قابلك أصلاح عويس ده تاجر خردة كان شريك الحناوي الكبير زمان قبل ما ينفصله وكل واحد يدخل في شغل جديد وده علاقته إيه بشركة الحناوي دلوقتي؟ من ساعة المرحوم الحناوي الكبير ما مات وهو عينه أتطلع على شراء الشركة من اللي كان وقف في طريقه؟ محمود 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 دلوقتي مات ده تقدروا بيهو اللي انتو عايزين كلهم عندهم حاجة مخبينا كلامهم قلقان وحذر كل واحد منهم بيعمل حركة لا إرادية ما عملهاش إلا الإنسان اللي مخبي حاجة أو بيجتب طيب، موضوع صالح عويس ده على فكرة مهمة جدا ممكن يبقى خيط وصلنا الحاجة صالح عويس يا كريم عايبة باشا كل معلومات عن صالح عويس موجودة لأ جدع يا قط أنا طول عمر جدع حازم باشا بس إنت اللي قافش مني شوية كريم كامل الصلاح ويس أكبر تاجر خردة في وكالة البلح قديمة طب خد الجديدة من يوم ما بورصة فتحت وبيشتري أسهم شركة الحناوي وصل دلوقتي اللي 27% منها برضو مش كفية عشان يسيطر على الشركة أمجد ومونير ومصطفى كل واحد منهم عنده 10% من أسهم الشركة ولو ضمن اتنين منهم بس يبقى ضمن يسيطر على الشركة بس 740%؟ محمود الحناوي كان عنده 43% بس يبقى كده في واحد من الثلاثة كان موقف حزوية البيع دي حد عنده ولاقة محمود الحناوي رايح فين يقتها؟ عايز أعرف نتيجة فحص أزايز الحاجة الساعة كلها عادية معادة دايت تمام، لقيته بصمات؟ كله عليه بصمات الساعة اللي اسمه فكري وكل إزازة عليها بصمات صاحبها الجديد بقى لأنها جوة الإزازة الدايت اللي شيرت منها محمود الحناوي بقيته إيه؟ عنده روماتيزم في القلب منذ الطفولة وبدأ إيه تعب من سنة مين كان عارف إنه محمود عنده مشكلة في القلب؟ مش كتير أمجد، مونير، مصطفى الراجل التعشيل اسمه عتريس، عويس صالح الرائس أيوة، أيوة بزبط، بزبط هما كانوا بيتطمنوا عليه لما بيحصلوا أزمة قلبية جلدها كل دول كانوا عارفين إنه محمود عنده مشكلة في القلب لأكيد الله، مش حبيبي، مبن حبيبي لازم أتطمن عليه ومدام هو حبيبك وابن حبيبك يا حج عايز تكوش على شركته ليه بتسميها يا كوش يا باشا الله؟ ده شغل، بيزنس يعني الوقت لسه صغير ومش عارف يمشي الشغل حيفلس الشركة اللي أبوه ضيع عمره عشانها أسيبه؟ أمد آخر مرة أشفت محمود الحنواء يا حبيبي؟ ألف سلام عليك يا حبيبي مش كنت تقول لي إن إنت عياد كنت أبعدك لأكبر دكاترة في بلاد بره جاية إشمت يا صالح؟ أنا إشمت، عيب عليك ست حبيبي، وكمان إبن حبيبي يا راجل أقول الكلام ده لحد غيري ده الأبو يا الله أرحمه موصيني عليك إنت تحديدا موصيني عليك؟ قال لك إيه؟ قال لي إنك وسخ وما بيتمارش فيك الجميل تصدى إنت كده ساعة تاني من الحاج؟ اسمع بقى يا صالح موضوع الشركة ده أحسن تطلعه من دماغك خالص لإنك مش هتطول منها حاجة طول ما أنا عايش طب بالراحة، بالراحة ما ترفسي نفسك قوي كده أشير إنت قلبك ضعيف ما يستعملش أيوة كده، اظهر على حيقتك يا صالح بس الطم، أنا قلبي سريط ما نشوف، الله يكمل على كده حسب كلام صالح، كان متوقع حاجة من اتنين يا محمود يموت يا الشركة تفلس أه بس ده حكالي الموضوع ببساطة؟ ده إسلوب دفاعي اللي زي صالح يا ويس ده عنده خبرة كبيرة قوي بالدنيا تخليه يخدع اللي قدامه وبمنتهى السهولة في كل الأحوال، صالح ما نفذش الجريمة بنفسه أولاً صالح ما كانش في الاجتماع تانياً محمود فتح الأزازة بنفسه فلو صالح لو دخل الجريمة أكيد تعاون مع حد من جوا الشركة حلو، يبقى إحنا دلوقتي محتاجين نعرف إزاي القاتل حط في أجرى في إزازة الحاجة الساعة مأفو أنا أقول لكم إزاي؟ الإزازة بلاستيك، وأنا فحصتها قويس أوي لقيت القاتل خارم خرم قد الدبوس بالظبط قريب من فتحته واضح إنه هو جاب أربع راس وطحنهم قويس أوي وبعدين دوابهم بخليط من الحاجة الساعة وبعدين جاب حقنا، خد الخليط ده كله وحاكم به الحاجة الساعة ما تنسوش اللي محمود هو الوحيد اللي بيش رمضايت في مجلس الدارة يعني لقتل من جوا الشركة يبقى إحنا عندنا دلوقتي أمجد ومصطفى ومونير أنا هنباشا، أنا عرفت حاجة بخصوص أمجد إيه؟ أمجد عنده شركة بتاعته هو الوحدة الشركة دي هي كمان مهددة بالإفلاس كمان ديونها ضخمة قوي يعني ممكن يتسكن ده غير بقى أن فيه رجال أعمال بيشهروا بيه وبيفضحوه في الجرائد دي معلومة مهمة شكراً لك تحت عمرك يا رئيس طيب إحنا ليه نسيين فكري الفراس؟ فكري الفراس إيه حزن؟ إيه مصلحته اللي ياتلي؟ كمنا أخد فلوس من اللي ياتلي وحط الفيادر موسيقى والله يا العظيم يا باشا عليا الطلاق بيه التلاتة أنا ما عندي فكرة عن اللي حصل بس أنت اللي جاي بالأزايس وكاد فيه وحدتك ده غير إن بصمتك على الأزايس اللي اشترت منها محمود الحنية ووحدتي يعني يا باشا ده شغلي ولما أفضي يعني دي أزايس حاجة ساقة من ساعة مجدت وهي مرمية في تلاكة الشركة أنا يا دوب طلعتاه يا ساعة وقدمتها للبهوات ومات بيها محمود بيه الله يرحم الله يرحم يا باشا والله يا باشا كان يبد بلد ويده فرطة تصد يا باشا والله كان خيره علي منهم لله بقى مين؟ اللي كان عايزين يبقوا الشركة يا باشا ده أنت عارف كل حاجة بقى يا باشا أنا بقى لي في الشركة دي سنتين وما فيش حاجة بتستخبأ يارف صلاح هويس صلاح هويس أيوة باشا أيوة سمعت اسمه كتير ايه حكيت صلاح هويس ده؟ هو بيلعب في دماغكو؟ فيه إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ يا محمود بس سمعني دلوقتي أنا وإنت عارفين إن الشركة في وضع حركة وبعدين السوق هو زي ما انت شايف يعني لو جلنا عرض إن شاء الله حتا من الجن الأزرق علشان ننقذ الشركة لازم نتمسك بيه أنا بقى مستعد نتعامل مع الجن الأزرق لكن صالح هوس لأ ساكت ليه مونير ما تقول حاجة هرد أقول إيه بس يعني إنت أمجد ملقيتش غير صالح هوس بتاعك ده اللي تبيع له الجزء اللي فاضل من الشركة أه ملقيتش غيره وبعدين أنا موجهتش كلامي ليد لأن عارف إنك هتوقف صرف وليه نعمتك على فكرة بقى أنا مش هرد عليك شايف محمود بيكلمني إزاي مونير مش وقتك خالص طب نحسبها مع بعض يا محمود مش أحسبها الله ما دي مش طريقة انت كده هتخرب بيتنا وتفضحهم أنا ورد اللي عندي وإحنا مش هنسمح لحد إنه يخرب بيتنا يعني إفهمها زي ما تفهمها أنا بس بحذرها ده حقيق أفضل عرض جنة وكان ممكن ينقذ الشركة هو عرض صالح هوس لكن محمود ما كانش موافقة كانت مسألة شخصية باحتها محمود الله يرحمه كان عنيد ما بيسمعش جرسوط نفسه بس حاولت اقترق ناعه ما كانش بيقبنى بعد ما مات والد الله يرحمه الحناو الكبير محمود ورس عنه الشركة ساعتها هوه مش عارفي دارها كويس غريبة قوي يا أساز مونير إلا أنا عرفه إن انت الوحيد اللي كنت وايف جنب محمود ورافت بيعقسهم الشركة لصالح هوس الحقيقة ده السببع بيه أول سبب أنا ما كنتش مرتاح لصالح هوس ده السبب التاني وده الأهم إن محمود الله يرحمه وما يجس بقى عليه غري الرحمة كان شراني وعني وأنا ما كنتش بقدر عليه شراني إزاي يعني كان بيعمل لك إيه معرفش يعني إيه ما تعرفش كان بيهددك بحاجة مسك عليك حاجة إيه مسك عليك حاجة دي أنا أنا ماسمعش حضرتك تقولي لي حاجة زي دي أنا رجل الماشي دغري طول عمري وبعدين أنا سكتة ليه أو أستاذ مونيو؟ مفيش حاجة بس ممكن بقى التحيي دي أخلص عشان أتخنقت وعصابي تعبت وعلى فكرة مفيش حد فينا في الشركة دي ليه مصلحة أن يقتل محمود لإني ما كانتش فيه مشكلة والشركة اللي كانت هتفلس؟ عادي بيحصل في أي شركة يعني ووقت الجد كنت حبيح حصتي زي زي أمجد ومصطفى لصالح هوس وبرده ما بقى كانتش هيبقى فيه مشكلة مش عارف حضرتك ليه عايز تعملي مشاكل لأ مونيو شخصية مش سهلة خالص بس هو ما كانش بيكذب علي لما قال إنه بيخاف من محمود كيف تكري؟ أنا متأكدة بس اللي أنا متأكدة منه إن في حاجة مخابيها بالذات بقى لما بسأله أسئلة ليها علاقة إن محمود ما سيقع عليه حاجة يبقى لازم نعرف الحاجة دي لا مش سهل بالذات إن انت بتتعامل مع شخصات ذاكية جداً ما بيقولوش غير اللي هم عايزين يقولوه مش هنغلب هنعرف بطرياتنا حازم عايزك تروح شركة الحناوي وتتأكد لي إذا كان في حد يقدر يدخل المطبخ من غير ما فكر الفراش يحس بيه وده اللي حصل مع القاتل دخل المطبخ وخرج مغير ما يكشف بس اللي عمل كده كان فاهم هو بيعمل إيه ليه آدم؟ العالم كله عرف الفيادراف تقسيرها الحاجات دي موجودة على الإنترنت ده السؤال دلوقتي مين المصلحة وديت المحمود رح نهبه؟ كلهم طبعاً لأن لو الشركة فلست هيتخربتهم كلهم بزبط بس في واحد نقل مصلحة دي لخانة القتل وهو ده الشخص اللي بندور على أولاً على كده يا محمود الحناوي كان بيخطط يقتل صالح ممكن جداً يا فانتر بص يا كريم عايزك تجيب لي كل المكالمات اللي عملها محمود الحناوي قبل ما يموت بأسبوعين قولك إيه؟ الحكاية دي شكلها مش هتخلص دي عاشر مرة نتقابل بالليل هنا في المكتب زي الحرامية وبرضو مفيش لليه والظابط شاكك فينا كلنا وبعدين أنا عايز أخلص بقى خلاص هانت القضية مش هتطول وحنا إيه اللي نخلينا نستنى القضية؟ ما إحنا نخلص والقضية شغالة أيوة بس أنا خايف يكون حد شاكك فينا هتشك فينا ليه بس؟ مش إحنا في التحقيق ما خبناش وقلنا له من الشركة بتفلس حصل بس تفتكر مين اللي قتل الحناوي؟ والله اللي بيكراره كتير ما تستبعدش أي حد إنما أنت يا معلم مش عارف مين اللي قتل الحناوي وأنا حعرف مين بقى هي الحقيقة حدوطة ظريفة جدا بس ما تزعلش مني يعني ما تدخلش المال وما اللي إنت هتقابلت ليه إنت أو أمجد في الشركة اللي وحدكم؟ بيزنس يا باشا بيزنس؟ مارفين بيت السرق؟ وفيها إيه يعني؟ تفتكر إحنا ممكن نعمل أي حاجة من غير موافقتهم؟ بس هو البيزنس كده باشا أنا هقولك أمجد كان هيبقاله حصة زيادة شوية هياخدها من تحت لتحت يعني هذه الحكاية كلها إيه يا أمجد بيه؟ مش شايف إن المقابلة دي غريبة شوية؟ خصوصا إنها حصلت من ورا الشركة؟ أنا ما بعملش حاجة من ورا حد؟ آه يعني مونير ومصطفى عارفين إنكم طريح عند صالح أويس أكيد كانوا هيعرفوا بس أنا دلوقت عاوز أفهم هو أنا مترايب ولا إيه؟ لا لا أنت مش مترايب صالح أويس هو المترايب عشان هو المشتبه رقم واحد ومنحلل مرقبتنا لصالح أويس سجلنا مكالم مليك بينك وبين صالح وعرفنا عن موضوع المقابلة اللي بينك أنا حر هابل أي حد في أي وقت أنا رجل أعمال وليها سمعتي ومسؤول عن اللي بعمله وبعدين بالمناسبة المقابلة دي كانت علشان نتكلم في شغل ولو سيادتك رجعت الكلام اللي طار بينه وبينه مش هتلاقي فيه أي اتفاقة عن جريمة قتل اللي بحصل ده غلط في حقي ده يضر بإسمه وسمعتي وهو ما يضر سمعتك المجدد المحمود الحنوي أنا ما قتلتوش ولو كانت قتل يبقى حد التاني اللي قتل بص يا محمود مشاعرك نحية صالح عويس دي تخليها لنفسك وبس ما تدخلهاش في شغلنا وبعدين مش قادر أحط وش في وش الناس اللي برا كلهم بصني أن انت مسك علي يا زل أنا ما بقيتش طاير محمود أنا بكلمك ما ترد علي الشركة دي لو وعد هيتخرب بيتنا كلنا وأولنا انت برضو لا أنا عندي 43% من الأسهم أنا هنا اللي باخد القراري واللي عايزين تعملو عملوه بس ما تنساش بقى أن أنا لو انضمت لأمدد ومصطفى وبعنا حصتنا لصالح عويس صالح عويس بنفسه هو اللي هيجي ويقعد على كرسيك ده لكن ده مش هيحصل ليه انه لو حصل السور اللي معايا هتطلع والمصطفى هيعرفها لقفك بسمر بنته والدكتور اللي عملها العملية عشان يرجعها بنتي تاني هيجي ويقول يا عالمونير على فكرة بقى أنا ممكن اروح للمصطفى واقوله على كل القصة اللي مابيني مبين بنته واحطب منه ان هو يجوزها لي وحيجوزها لي وبرده صالح عويس حيوعد على كرسيك ده العاوة يا باشا ايه ده؟ انت ازاي تدخل علي من غير ما تخبط؟ تتجنيني؟ أنا آسف يا باشا آسف يا باشا بقولك ايه؟ انت واجعت قلبي انا ممكن اترودك من الشركة دي كلها انت تترود من الشركة؟ ما تقدرش يا محمود ما تقدرش ولو حاولت تعمل كده انا ممكن اقتلك في حركة زي دي مش هاناول هالك يا مونير وقلس يا أمجد اللي عايز يوعد مطرحي على الكرسي دوت انها مش هتحصل وصالح بتاعكه ده قريب قوي هتشوفوا صورته في صفحة الوافيات وأمجد عارف من اين الموضوع ده؟ يعني حصل الحقيقة هو حصل يا باشا بس أرجوك ما فيش ده هي تكتب الكلام ده في التحيقات انت عارفتي سمعت شركة وسمعت بنت غلبانة انا غلطت وغررت بيها وعشمتها بالحب بس هامجد عارف منين؟ من فكري؟ فكري الفراش؟ بقى ده جزاتي؟ ده انا انتشلته من الفقر انا اللي معينه بنفسي في الشركة صراحة عنده حق انت عايزه يستنى لغاية محمود الحناوي تادي اللي خيره عليه؟ باشا محمود ده كده كده كان حيموت حصدك يتقتل؟ اللي تشوفه سعدك تشوف في مين؟ الصالح يا باشا ايه اللي لقاتلي يا باشا انا الحج صالح يا باشا قدر اعمل اي حاجة انا عايز اعملها ايه اللي هيخلينا قتلي؟ احسبها انت بس كده يا باشا هتلاقي ان انا مستحيل اقتل محمود الحناوي يعني كلام مونير حقيقي؟ محمود ممكن يعمل اي حاجة يقتل؟ وايه المشكلة؟ اكيد مش هيغلب ومش بعيد يكون عملها اكتر من خمسمية مرة وبالمناسبة هو ما قالش الكلام ده قدام مونير بس قاله قدام انا كمان قال بالحرف الواحد صالح يا ويس انهاية تقربت وساعتها هترجعولي تاني ومصطفى شاهد على الكلام ده حصل محمود فعلا قال كده وطبعا لو ما تصالح الشرك مش تلاقي حد يا مغازم وانا بقى ايه المطلوب مني؟ ان اعترف لسيادتك ان انا اللي قتلت محمود مش كده؟ لا يعني هو مش للدرجة دي بس هو اكيدوا حاجة لكم انا عن نفسي ما قتلتوش اما الباقيين بقى معرفش اسألهم انت ظرف ان امجد وصالح يتقبلوا منوارك انت اموا ليه لا انا معرفش بس على فكرة امجد بيتصرف صح الشركة بتمر بأزمة ومحدش هيصبر علينا حتى بعد وفاة محمود عشان كده لازم نتصرف باي شكل باي شكل الحكاية كل شوية عمالة تتعقد وده بيصعب الموضوع علينا زيادة ليه؟ احنا عندنا كذا معجومهم كذا دافع؟ لا لا ما عندناش كذا دافع هو دافع واحد فكر كده كل الشركة عندهم نفس الدافع الشركة بتفلس عشان كده احنا نفضل شكين في تلاتة بس دير ما نوصل لحاجة لازم نلاقي دافع اقوى من كده خلاص يبقى لازم نبدأ نخطط ونبني من الاول طيب يبقى تعالوا نقول لازم نتشوف ممكن نعمل ايه؟ طيب عندنا فكري يعني ملوش مصلحة قوي بس ممكن يكون نافذ لحد خط مونير عنده سبب انه يقتل بالذات ان محمود الحناوي ماسك عليه زل علاقته بصمر بنته مصطفى ده السبب يقتل عشان السبب واحد دول سببين السبب الاول الفضيحة والسبب التاني نفسي كسرته قدام محمود طيب ده سبب قوي جدا يخلي شخصية زي مونير تقتل ام جد اكتر واحد اللي هم نصلحة ان هويس يشتري اجزاء من الشركة ما تنساش العمولة بتاعته وتعطيل محمود للموضوع كان هيسببه ضرر كبير خصوصا انه شركته التاني بتفلس وبالذات انه عارف ان مونير ملوش اي لازم وان محمود ماسك على مونير زل على فكرة برضو العلقة بين بنت مصطفى ومونير ممكن تبقى سبب اه تخلي اقتل مونير لكني اقتل محمود ليه ابو صالح هوس مفيش سبب حقيقي الا اذا كان بينتقم من محمود بعد ما عارف ان محمود ناوي اخلص منه المطلوب من انا دلوقتي نمشي ورا الخيوب دي لغاية ما توصلنا لحالة دي ده اول حاجة لازم نعملها هنقرأ الفتحة على روح المرحوم حبيبي وابن حبيبي الله يرحمه اه اه ظابط المباحث هيتجنن مش عارف من اللي قتل ده شاكك فينا ان احنا اللي قتلناه ما يشك زي ما هو عايز وحد مننا عمل حاجة طيب اه احنا بقى عايزين نتفق انا حاشتري التلت فروع اللي معروضين للبيع وكمان حاشتري فرع وسط البلد فرع وسط البلد بس احنا ما اتفقناش على كده حاجة صالحة ومال متفق اصلا انا حسبتها كده ولقيت ديون الشركة اكتر من التلت فروع فقلت بقى يبقى اه اشتري فرع وسط البلد واكمل بقى اه ماشى حاجة ماشى اه مصطفى ممكن تجيب العقود من الخزنة ده لا لا ما احنا نقوم بقى نمضي في المكتب جوه تفضل 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 فيها مصطفى الخزنة كان فيها مئة الف دولار قبل محمود ما اتقيتك مفتاح الخزنة كان معاك انت يا امدت بقولكو ايه مشاكلكو دي تحلوها بينكو وبين بعض انما دلوقتي لازم تخلصوا وتخلصوني زي ما انتو زي ما انتو انا ما كنتش حابة تعيبكو واجبكو عندنا تاني والتاجي حقا هنا بس واضح احنا فيه جريمة جديدة وفيه ايه يا باشا خزنة مسروحة اه لا يا باشا الخزنة مش مسروحة ولا حاجة رد علي بقى يا مصطفى انت اللي خدت الفلوس اللي كان في الخزنة يا امجد حصل انا فعلا خدتهم على سبيل السلفة وكنت هرجعهم بس ده مش وقت يعني مش وقت امال امت وقت دي مشاكل ما بيننا ومتهال يعني ادهم باشا مش لازم يعرفها هنتكلم بس مش دلوقتي ومش هنا امال امت وفين يا امجد ديه عندنا كلكو كده هتيجوا عندنا انا حضرة الزابط حقولك على ما حدش ممكن يقوله لك كلنا كنا عايزين نقتل محمود لان محمود كان عايز يقتل صالح يا ويس وقتله معناه خراب بيوتنا كلنا طيب صالح يا ويس عارف الكلام ده برضو حقولك على ما ينفعش اقوله ايوه انك انا عارف وانا اللي ودي له ما استبعتش كمان ان امجد ومونير يكونوا قالوله لان صالح يا ويس ما كانش ينفع يموت ده كل اللي عندي ما عنديش اي كلام تاني اقوله لك كنت محتاجه مخطبتن لو محمود كان عايش كنت اخدت فلوس؟ ما عارفش يعني خدت الفلوس من ورا محمود انا شليك في الشركة والفلوس دي من حقي مش شرط يعني استقزل محمود علشان اخد فلوس اي حد في الشركة ممكن ياخد فلوسه في اي وقت برضو ما جاوبتش على سؤالي يا باشا هتفق مع مين انا راجل في حالي وبعدلنا موغزة هقتل الراجل اللي اللحم اكتفي من خيره طيب في حد غيرك دخل مابخ يوم الحادسة لا يا باشا محدش غيري دخل المابخ ما هو انت لازم تساعدني مش هيبقى في غيرك نشوك فيه ما تنساش ان انت الوحيد اللي بصمتك موجود على الازايز وحالا لسه معترف ان مفيش غيرك دخل المابخ يعني لما اقضى يا باشا كنت هلبس جوانتي وانا بقدي بالحاجة الساعة هو فعلا اليوم ده محدش دخل غيري انما قابلها بيوم الاستاذ مولير دولك يا فكرة تقدر اتروح دلوقتي عشان بكرا عندنا اجتماع مهم بس حضرتك الليسه عندي شور كتير معلش بكرا في شورجة ما انا خايف حضرتك تكون محدود بيه باحتاجني في حاجة طب اخش اقوله وبعدك تعالين مش بقولك تمشي بقولك تمشي يعني تمشي انا مش مريعينك اول ايه يلا حاضر حاضر ماشيت فكري ليه؟ انت عايزة تكلم مع محمود لوحدنا ليه؟ انت عايزة تأسفله عشان ما يفضحنيش قدام مصطفى بس فكري قال انك فضلت في المطبخ حتى بعد ما ماشي انا فعلا وقفت في المطبخ شوية بس انا كنت بفكر ايه اللي ممكن اقوله المحمود عشان يسامحني قلت له ايه؟ الحقيقة ما قلت لهش حاجة اول اللي قال وهو قلت ايه؟ قال انه قل مصطفى على كل حاجة وانت اتفقت مع مين بقى على قدل محمود الحنان بس يا ماشي انا صحيح من يوم الحنان والكبير الله يرحمه ما قلاشني من الشركة وخليبية وانا كان نفسي اخدها منه بس انا مش اهبل عشان اتورد في اتل طب انت اعم كنت عارف ان محمود هيحاولي اقتله لعم كنتش اعرف وانا لو كنت اعرف كنت حاسيبه لحد ما يقتلني كنت هتعمل ايه؟ هقتله طبعا طب وزا قلتلك انك كنت عارف طبعا مستحين يصدق دلوقتي صالح انتر انه كان عارف ان محمود كان هيقتله وفي نفس الوقت اعترف انه لو كان عارف كان اقتله انا لو كنت اعرف كنت حاسيبه لحد ما يقتلني هقتله طبعا انا رأي ان كلهم عندهم سبب يقتلوا محمود الحنان السور اللي معايا عددت لها ومصطفى هيعرى خلقتك بسمر بنته يا علي مونير ام جد عنده شركة بتاعته هو الوحدة هي كمان مهددة بالافلاس الشركة بتمر بازمة ومحدش هيصبر علينا حتى بعد وفاة محمود بس في حاجة ناصة اللي هي؟ مش عارفة اللي هي ايه رغم ان انا حاولت اجمع كل الخيوط بس ما قدرتش اوصل لحاجة الشركة دي لو وعت هيتخرب بيتنا كلنا واقولنا انتا يعني لو جالنا عارف ان شاء الله حتى من الجن الازرق لازم نتمسك بيه ايه؟ عايز تقول حاجة ولا ايه؟ انا هقولكوا ايه الحاجة من اقصر